تحتاج إلى الدولة أن تقوم ببرنامج عمل في جميع الأصعيدة في وسائل الإعلام في المناهج التعليمية في الخطب مناهج التعليمي ما فيه شيء ما فيه شيء بستعزز مثل هذه يعني تنص على مبدأ السمات الغلو والتطرف وتعزز المنهج الوسطي وهذا كله موجود لكن نتكلم عن التعزيز والتنبيه على بعض الأفكار الفهم الخاطئ للإسلام موضوع التكفير موضوع الفهم الخاطئ للجهاد والعبث في مثل هذه المصطلحات موضوع الولاء والبراء والعلاقة مع غير المسلم هذه مصطلحات تحتاج طبيعي جدا أن تعدل تراجع المناهج وفق المعطيات الحالية قبل خمس سنوات ما كان عندنا حروب طائفية في المنطقة اليوم عندنا حروب طائفية ترجمة نانسي قنقر